موسيقى السيادة والسادة أهلا بكم في هذه الحلقة المسجلة من نبض البلد التي نقسمها إلى محورين في الأول حديث عن المناهج وتطويرها وفي الثاني حديث عن جدل طلال أبو غزالة على مواقع التواصل الاجتماعي في المحور الأول المناهج خطوة دفاع الوطنية الأول تغذية العقول تتعرض اليوم لتساؤلات عدة مجتمعيا حول الأهلية المواكبة للعصر والتقافة في مجتمعاتنا تعديلات عديدة تحدث على منهجنا اليوم نبحث فيها ما هي ما تفاصيلها بداية سألنا الشارع الأولمي عن رأيه بشكل التعديلات المطلوب على مناهجنا بخصوص المناهج وتعديل المناهج صاروا مع عدلين المناهج أكثر من مرة وأكثر من قضية على المناهج وشتتوا الطلاب بين المنهج قديم ومنهج جديد ومنهج بديو يجي عملوا أصلا تشتيت للطلاب المفروض يرسوا على منهج واحد أوفر لوزارة التربية والتعليم وأفضل للطالب نحن لا تطوير دائما لكن المشكلة لدينا كلما يجي واحد ولا يريد أن نطور لكننا لا نرى تطوير بالبرامج لازم يلمس الجانب التوعوي والنهضوي من خلال التطورات التي تحصل مع الأيام هناك دول خضت هذه التجربة وأنا شخصيا خذتها في دولة الإمارات من خلال مناهج العلوم والفيزياء في المراحل الدراسية لمسنا أثرها من خلال تطبيق عملي للطلاب بحيث أن كان له هذا الموضوع أثر على استيعابهم للعملية التعليمية بشكل أوضح ويمارسوا الجانب العملي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أخص فيها اليوتيوب بحيث أنهم قدروا للطلاب يميزوا هم إيش بيستطلعوا من مادة علمية بتنعرض إليهم تعديد المناهج شيء مهم جدا حتى يواكب سوق العمل حتى يواكب تطور العلمي اللي بحدث كل فترة على التخصصات ولكن لازم يكون ضمن خطط مثلا خمسية حتى التغيير ما راح يكون كل سنة أو سنتين يجب أن تجذر المناهج القيم الديني الإسلامية وحب العمل العملي يعني حب العمل يدوي في أنفس الشباب الجيل الصعب وتشجي على ثقافة التسامح والحوار لغة الحوار والمهارات اليوم نناقش في محرن الأول مع دكتورة ربا البطاينة المديرة التنفيذية للمركز الوطني لطول مناهج هذه الأسئلة رحب بك دكتورة أهلا بك في نبض البلد وأنا بدي أبدأ اليوم عندنا تعديل على المناهج ونحكي عن الصف الأول والرابع لمدتها العلوم والرياضيات بدي أعرف سبب وهدف وألية التعديل الذي حدث على هذه المناهج أشكرك أستاذ محمد على هذه الفرصة وبحب أبدأ من مقولة أن المناهج لم تعدل نحن نكتب مناهج جديدة بالكامل نحن لا نعدل على المناهج الحالية ولكن نعدل على الأطر والتوجهات والفلسفات الأكاديمية التي سينبثق عنها كتب جديدة بالكامل تتجاوب مع متطلبات العصر وتتجاوب مع حاجات طلابنا والبيئة الأردنية وتمكن طلابنا من التنافس في عالم متنامي في عالم تزيد فيه التنافسية ونحتاج إلى مهارات القرن الواحد والعشرين ومهارات الاستعداد الوذيفي فيه فلم نعدل الكتب وأما نحن نقوم بتطوير كتب جديدة بالكامل على إيش استندنا في تطوير كتبنا اليوم؟ استندنا على ما كان موجودا لدينا في الأردن استندنا على الأطر على فلسفة التعليم على دستور الأردني وقانون التربية والتعليم على الاستراتيجية الوطنية لتطوير التبنيل الموارد البشرية اعتمدنا أيضا على الأوراق النقاشية لجلالة الملك ورسالة عمان اعتمدنا على الممارسات العالمية الفضلة اعتمدنا على قصص النجاح التي خاضتها دول من قبلنا ونجحت فيها وتمكنت من الإصلاح عن طريق التعليم نحن نؤمن أن التعليم هو طريق الإصلاح إصلاح النشأ يعني إصلاح الوطن وبالتالي انطلقنا من الأردن واستفدنا من الخبرات العالمية لكي نخرج بأطر إطار عامل المناهج وأطر تخصصية جميعها حداثية تحاكي ما يحدث في العالم الآن وتمكن طالبنا من التنافس في هذا العالم ومن هذه الأطر انبثقت باكورة إنتاج المركز الوطني وهي كتب الرياضيات والعلوم للصف الأول والرابع طب ليش بلشنا بالعلوم والرياضيات؟ هذا كمان كان سؤال اليوم أنت بتحكي لي إحنا حطينا إطار عام هذا كلام جميل حطينا إطار عام ونطور المناهج وبحب أسمع منك الدول اللي استفدنا من تجاربها في هذا الإطار لكن ليش بدينا بالعلوم والرياضيات؟ نعم هلا إحنا بدينا تقريبا بكل المباحث الدراسية في كتابة الأطر أنجزنا الأطر لكافة المباحث الدراسية عدا الدراسات الاجتماعية التي قيد العمل وأيضا الإطار العام للفنون والإطار العام للتربية البدنية غير ذلك جميع الأطر بما فيها التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الحاسوبية والتربية المهنية جميعها أطر أنجزت في المركز الوطني منجز جاهز اليوم بعضها أخذ إقرار من مجلس التربية كرياضيات والعلوم وبعضها في طريقه إلى الإقرار كمثلا إطار الطفولة المبكرة واللغة العربية ستكون أول الأطور التي ستقدم إلى مجلس التربية في المستقبل القريب ليش رياضيات والعلوم؟ رياضيات والعلوم هي مواد عالمية بدأنا منها لأنها مواد عالمية هي مواد أقل جدلية من مواد كثيرة ليس هناك ما يسمى بالعلوم الأردنية والعلوم الفرنسية والعلوم الإماراتية العلوم علوم والرياضيات رياضيات فنحن بدأنا من العلوم والرياضيات لأنها متطلبات عالمية للعصر أبنائنا بنفسه عالميا في اختبارات التمز والبيسا وعلاماتهم في تراجع علاماتنا في تراجع؟ علامات طلالنا في تراجع نحن الآن نحتل مراكز متدنية جدا بين أقراننا الدول الأخرى يعني أطفالنا أبنائنا بمراكز متأخرة مقارنة تنبير أطفال الآخرين وأطفالنا يستحقون أفضل من هذا مننا وسبب المنهاج هنا المنهاج واحد من الأسباب يعني لا نستطيع أن نلوم المنهاج فقط هناك منظومة مسؤولة عن هذا التراجع في التعليم المنهاج واحد منها والمركز الوطني للمناهج أسسة ليعنى بهذه الجزئية ليعنى بتطوير المناهج وتطوير التعليم المدرسي في الأردن طب بصير بعد إذنك هاي الكتب نستعرضها هاي الكتب لا تزال غير موجودة بين أدين طلبنا هذه الكتب موجودة حاليا في وزارة التربية والتعليم نحن في المركز عملنا مع فرق وطنية لإنجاز الأطر ومن ثم طلبنا من دار نشر اسمها كالينس وهي دار نشر عالمية لها من الخبرة 200 سنة طلبنا منهم تكييف الكتب الموجودة لديهم لتناسب الطالب الأردني والبيئة الأردنية فهذه الكتب معربة باللغة العربية السليمة المشكولة تحاكي البيئة الأردنية والطالب الأردني وفي نفس الوقت تجعلنا في مساف الدول المتقدمة في العلوم والرياضيات الحديثة التي تواكب ما يجري في العالم الآن عشانك حكيتي كتب مشكولة وعربية دقيقة وهنا أنت حكيتي ملاحظة تردنا حول هذه المناهج إنه والله هاي مناهج فيها أخطاء لغوية أنا أتحدى أن يكون في هذه الكتب أخطاء لغوية قبل أن أتحدى أحب أن أنوّه أن هذه الكتب في جميعها هي طبعات تجريبية سنتجربها هذا العام في الميدان ونتلقى التغذية الراجعة من المعلمين ومن المعنيين بالشأن التربوي الأهالي المجتمع يعني منظمات المجتمع المدني سنقوم بتعديلها السنة القادمة ولكن لا أجزم بأن أي تغذية راجعة ستأتي على هذه الكتب لن تكون عن اللغة والترجمة أبدا أبدا ما في أي ملاحظة وردتكم دقيقة في هذا الإطار الفريق الرياضيات المعني بالرياضيات والعلوم في المركز الوطني للمناهج كان فيه بين أعضاؤه مدقيقين لغويين قاموا بتدقيق هذه الكتب وتدقيق التشكيل وهذا هو ما أخذ الوقت أصلا يعني ما أخذنا هذه الكتب على علاتها من كولينز عندما تقدمت كولينز بس انتقدوكم كمان أنكم أنتم روحتوا على كولينز وش روحتوا على العالمي ليش روحتوا على جهة عالمية روحنا على جهة عالمية لأن العلوم عالمية ولأن الرياضيات عالمية نحن لا نفتقر إلى الخبراء الأردنيين الأردن مليئة بالخبرات مليئة بالناس المتميزين ولكن أردنا مناهج تحاكي العالمية جميل قد يكون خبرائنا واعين لما يحدث الآن واعين للمستجدات الحالية في مجالات العلوم والرياضيات وما يحدث أيضا على الساحة العالمية ولكن نحن نخطط لمستقبل أنا أخطط لمستقبل جيل أنا لا أخطط لهذا اليوم وبالتالي أردنا أن نذهب إلى دار نشر عالمية بخبرة طويلة كبيرة تفيدنا في هذا المجال تفيدنا في التخطيط للمستقبل بس أنت أنا لفت نظري الآن كتاب الرياضيات الأرقام المستخدمة نعم وما يصطلح على اعتبارها هي الأرقام باللغة الإنجليزية هذه الأرقام العربية صحيح الأرقام العربية فأنت لغيت الأرقام الهندية من كتاب الرياضية؟ نعم وكتاب العلوم وسنقوم بذلك أيضا في الكتب الأخرى عدنا إلى أصولنا عدنا إلى الأرقام العربية نكتب الرقم واحد تسمحيني أشوف الكتاب نكتبه على شكل واحد ولكن نقرأه لا نقرأه وان نقرأه واحد هذا الرقم سنقرأ واحد بيوم هو عودة إلى اللغة العربية عودة إلى جذورنا إلى الأرقام العربية الأرقام المستخدمة حاليا هي هندية أرقام الهندية بس هي الأرقام التي بالنسبة لكثيرين أن هذه الأرقام هي الأرقام العربية نحن تعودنا أن نعتبرها أرقام عربية اليوم من الصف الأول رح يرجع الأرقام العربية وهذا الرقم سيقرأه بالرقم واحد سيقرأه واحد واثنان وثلاث نعم وأربع وتعطيته مع الموضوع كيف مع اللغة الإنجليزية ولا بس يطلع يبين لأنه إحنا في عنا تدريب للمعلمين سنقوم بتدريب المعلمين ولدينا أيضا أدلة لهؤلاء المعلمين سوف تمكنهم من عبد المادة بالشكل المطلوب للطالب طيب بصفة تمنحكي في هذا الإطار ورح أرجع لك أنه أنا بدي أعرف كيف بنا نقيم برضو وانت ذكرتي إحنا منخفض اليوم أداءنا عالميا اليوم بدي أعرف كيف هاي الكتب بنا نقيمها هل رفعت مستوانا عالميا لا بس قبل هيك وطرم أنك حكيتي عن بعض الملاحظات التي ترد لكم وترد لوسائل الإعلام حول هذه الكتب هناك من أورد الصورة على كتاب العلوم اللي أمامك صورة هذا الطائر أنه هذا طائر غير أردني وأنه هذا ليش الطائر استخدمته على هذا الكتاب لماذا استخدمها؟ هذا طائر أردني بأمتياز هذا الطائر استنائي الوردي وموطنه مدينة البتراء وهو الطائر الوطني الأردني كما هي السوسنة السوداء السوسنة السوداء برجل الملاحظة الزهرى الوطنية الأردنية يعني تم اعتماد تم اعتماده لأنه الطائر الوطني وهذه الورد الوطنية وهذه أيضا الزهرى الوطنية أنا فقط اسمحي لي لأنه لأنه ممكن أول مرة عديد المشاهدين بيشوفوا هاي الكتب كما ذكرتها إنها غير موجودة طيب هلأ الكتب حاليا موجودة وكله أنتو معترفين أنها من كولنز يعني أنتو لم تخفي شيئا طبعا إحنا نستخدم بهمنا أنه إحنا نركز ونستفيد من خبرات كولنز في هذا المجال لكن كل هذه الكتب بنيت على هذا الإطار هذا مثلا إطار الرياضي كتبت في الأردن وعدت في الأردن من فرق أردنية خبرات أردنية وطنية أعدت هذا الإطار انبثق من الإطار العام للمناهج الأردنية وهو هذا هذول الأطر لتم بناء عليهم تأليف الكتب أو تطوير هذه تطويرها هلأ خليني أعطيك الفكرة هلأ كولنز عندما تقدموا للعطاء شأنهم شأن دور النشر الأجنبية الأخرى التي تقدمت لهذا العطاء العالمي زودونا بكثير من العينات من كتبهم من الكتب التي ينتجونها كانت هذه الكتب باللغة الإنجليزية جميل الكتب كانت باللغة الإنجليزية أخذنا هذه الكتب تدارستها الفرق المختلفة وقرروا أن كولنز هو الأفضل يعني كتب كولنز هي الأفضل هذا بدراسة للمركز الوطني الأجنبية لازلنا ننظر إلى النسخة الأجنبية من الكتاب جميل الآن كولنز بعد أنهينا الأطر الرياضيات والعلوم المنبثقة من الإطار العام قمنا أيضا بترجمة هذه الأطر إلى اللغة الإنجليزية تسهيلا على كولنز طلبنا من كولنز الالتزام الكامل بما ورد في هذه الأطر الأردنية طبعا الأطر الأردنية ليست أطر منغلقة في كتابة هذه الأطر استفدنا من تجارب الدول كما أسلفت استفدنا من المعايير العالمية وانتقلنا من التركيز على النتاجات التعلومية إلى التركيز على المعايير العالمية كيف يعني معايير عالمية؟ أي معلم ممكن يقولي ما المعيار العالمي الذي تم المعيار هي معايير تعتمدها جهات متخصصة مثلا في عندك المجلس الوطني لمعلمين الرياضيات في عندك مثلاً المعايير الجيل الجديد من العلوم هذه تصدر من أمريكا في عندك مثلاً معايير كيمبرج التي تستخدمها كثير من دول النشر كأسس لتأليف كتبها هذه كانت أجزاء من جزء من المعايير اللي إحنا كمان بنينا عليها عدا عن إنه إحنا كمان بنينا على خبراتنا الوطنية في وقت من الأوقات أخذت معنا شهر عملنا تمرين قمنا فيه بموائمة ما ورد في إطارنا العام مع العلوم والرياضيات كما أسلفت مع المعايير العالمية في العلوم والرياضيات إضافة إلى معايير كولين كانت المقارنة وين إحنا نتفق مع هذه المعايير العالمية أبقينا وين إحنا نختلف عن هذه المعايير العالمية أو صغرنا شوي أو رفعنا شوي وكان في معظم الأحيان كنا نضطر أن نخفف توقعاتنا شوي من الطالب الأردني الطالب الأردني طالب لكي أنا اليوم بدي أسألك سؤالين واضحينين أول متى أنا بدي أشوف نتائج هذه المناهج اللي لما يدخلوا طول الانتحانات العام المقبل بدي أخذ نتائجهم وأقارن وأقول نجحت أم لم أنجح في هذه التجربة هذا جانب جانب الآخر إحنا طول عمرنا ومن فترة ليس بالقصيرة بنحكي أن المشكلة في التعليم الأردني التلقين ثم التلقين ثم التلقين أبعد ما تكون عن التلقين أبعد ما تكون عن التلقين كيف يعني؟ يعني ما فيها تلقين هي تبدأ بأستكشف هي متمحولة حول الطالب الطالب يقوم بالتعلم بمساعدة المعلم المعلم عبارة عن ميسر الكتاب عبارة عن مصدر من مصادر التعلم الكتاب ليس هو المصدر الوحيد للتعلم سيكون من مواد التسليم لهذا العطاء أيضا سيكون مصادر إلكترونية للمعلم والطالب يستفيد منها أيضا في التعلم سيكون في أدلة معلمين للمرة الأولى في الأردن كل واحد من هذه الكتب يرافقه كتاب للتمارين يعني في عندك كتاب الطالب وعندك كتاب التمارين كما كنا نتعلم في مواد اللغة في اللغة الإنجليزية تحديدا هذا في اللغة العربية الطالب يتعلم هنا يتعلم المفهوم هنا يتعلم العلوم هنا ويقوم بحل التمارين باللعب والمرح والتمارين المختلفة هنا في كتاب التمارين سئلت اليوم طب ليه كتاب الطالب ملون وجاذب وكتاب التمارين أسود وأبيض طيب أنا بدي أجيكي على هذا الكتاب بس بدي أحكي لكم معلش هذا أنا بحكي لك لأنه هناك من ينتق نعم هنا هذا بدي أقول لك طب ليش مش حطيه منتخبنا الوطني على أقل تخدي ليش حطيه منتخبنا طبعا إحنا بدنا إحنا كتبناها أطر وطنية ولكن عيننا على العالم إحنا نتكلم في الإطار العام للمناهج عن المواطنة العالمية والمواطن العالمي إحنا ما منا نحصرها كلها في الأردن إحنا يعني زي ما بتلاحظ أنه هذا أشق الأولاد الصغار عشق الأولاد يحبون هذه الفرق يعرفون هذه الفرق كويس فلماذا لا نضع على الغلاف شيء يجذب هؤلاء الطلبة نحو الكتاب ويشجع هؤلاء الطلبة على التعلم لا أضاير من ذلك لأنه إحنا زي ما لاحظت بعض الكتب سيكون عليها رموز وطنية وبعض الكتب الأخرى قد نلجأ إلى الاستعانة بصور عالمية لأنه إحنا كمان لا نريد أن نكون منغلقين على أنفسنا بل نريد أيضا الطالب صاحب الرؤية العالمية المنفتح على هذا العالم طيب هاي مناهج وين صارت اليوم؟ هذه المناهج إحنا جزء من مهمتنا كمركز وطني تطوير المناهج نحن نضع الأطر نؤلف الكتب أو نستعين بمن يؤلف لنا هذه الكتب ومن ثم نزود وزارة التربية والتعليم بنسخة رئيسة واحدة من كل كتاب وزارة التربية والتعليم إدارة المناهج والكتب المدرسية مع نية بطباعة هذه الكتب وتوزيعها للميدان تمت الطباعة الكتب حاليا خرجت من المطابع دققتوها بعد من طبعت من وزارة التربية؟ طبعا طبعا ثلاث بروفات كان يجينا من كل كتاب ثلاث بروفات الفريق وأنا شخصيا كنا نراجع مرة بعد مرة حتى نتجاوز أي أخطاء يعني إحنا بنعرف أنه مو أي عمل جديد قد يكون فيها فوات هنا وهناك ولكن أردنا أن نتأكد أنه إحنا عم ننزل للميدان أفضل ما نستطيع طيب المرحلة القادمة المرحلة القادمة إحنا لم نكتفي بالعلوم والرياضيات كما ذكرت إحنا عملنا إحنا ذكرت بس أنت نشغل على الصف الأول والرابع باقي الصفوف باقي المناهج صحيح إحنا الأول والرابع هذا العام الثاني الخامس السابع الثامن والعاشر السنة القادمة مع بعض الثاني والخامس السابع الثامن والعاشر معا سيكون العام المقبل باقي الصفوف إحنا السبب أنه إحنا أردنا أن نبدأ ببدايات المراحل أردنا أن نبدأ ببدايات المراحل فالمثلا صف الروضة مرحلة الصف الأول بداية مرحلة الصف الرابع بداية مرحلة أخرى الصف السابع بداية مرحلة الصف العاشر أيضا بداية مرحلة ما حصل أنه إحنا شوي كان في عنا شوي ضيق في الوقت لأنه بالفترة الزمنية اللي فاتت كنا لازم نعمل الإطار العام نعمل الأطر المتخصصة وثم ننزل العطاء ونرسل العطاء ونبدأ بتأليف الكتب لاحظنا أنه لو أخذنا عدد أكبر من الكتب ممكن كان يكون على حساب النوعية وعلى حساب الجودة فاقتصرنا على صفه في الأول والرابع وإن شاء الله كامل السلسلة من الصف الروضى إلى الصف الثاني عشر ستغطى خلال ثلاث سنوات ثلاث سنوات طيب ستي أنا بدي أشكر وزير الشكر شبكتيني بحضورك الله يخليك شكرا زي لك وأنا أتمنى لكم التوفيق وأكيد رح نوق التخذية راجعة من الميدان تخذية راجعة من النقاط حول هذه الكتب حول ما تحويه من معلومات حول الأسلوب التعليم الجديد إن صح التعبير وهل معلمنا قادر غير قادر سيتمكن لأن يتمكن وإن ستصل كل هذه العملية وإنك إذا كما ذكرت بداية الإصلاح هي إصلاح التعليم شكرا جزيلا إليك اللحظة